خطوة جيدة جدا من قبل الجهات المسؤولة وأخيرا للمحاسبة وأيضا الاقتصاص لدماء وناس ظلمت في زمن سابق وهدرت دماؤها أيضا ويحق للشعب الليبي أن يشاهد مثل هذه كما نلاحظ هنا حتى يكون نعم كما تلاحظ هنا وصول ومن المؤكد أنه وصول في وقت سابق لأن الآن الكل موجود في غرفة الاتهام نعم كما نلاحظ وصوله امتباعا في وقت سابق هذا درس لأن لكل طاغية ولكل جبار أن من يمارس الرهاب والرعب ضد جعبه هذا مصيره المحاكمة والمحاكمة العادية بطبيعة الحال نعم الآن في غرفة الاتهام وسير هذه العملية وهذا التنظيم الواضح جدا من قبل المسؤولين هل يؤمن محاكمة عادلة لأن هناك جهات حقوقية وهناك مجتمع دولي يراقب أيضا قد يراهن على عدم وجود عدالة أو قد لا يتعرض هؤلاء لعدالة في التعامل معهم أو اهتمام بالحقوق إجراءات الأمنية جزء من بعدة نقاط للمحاكمة العادلة إجراءات التحقيقات هذه من ضمن الإجراءات أيضا بدون ضغط على المتهمين أيضا هذه من ضمن العدالة في الحكم أيضا عدم ممارسة الضغط النفسي والضرب والتعذيب وإلى آخره وتعتبر الإجراءات الأمنية هذه سلسلة من إجراءات المحاكمة العادلة هنا مرسلنا خير الله إبراهيم عندما كان معنا قبل قليل أكد لنا بأن هناك 16 متهم جالس ومجموعة أخرى واقفين هنا هل هناك إجراءات 2 واقفين بالفعل أكد لنا على هذه المعلومة هنا ما الذي يعنيه ذلك في السجن أو في قفص الاتهام يبدو هنا هل هذا يعود عدب موجودة كراسي لا أنا أسأل هنا هل هذا نظام معين في المحكمة لا نستطيع أن أزم برأي محد ولكن بطبيعة الحال هذه مقتطيات المحكمة تفرضها طبيعة معينة من الإجراءات الآن هناك عبدالله أستنسي في غرفة الاتهام الآن اليوم هل القاضي سيستمع فقط لكل المتهمين لا اليوم سيطلع على الحديد الأسماء للتأكد من وجودهم في نفس الوقت يعرض النياب العامة تعرض الاتهامات التي وجدت إليه ثم ترفع الجلسة الأولى إذن سيتم عرض كل الاتهامات أمام المتهمين وهل سيؤكدون تلك الاتهامات أو ينفون هل لهم الحق في ذلك في غرفة الاتهام؟ لكل المتهم لهم محامي بالتالي يقوم بالإجراءات اللازمة في عملية الاعتراض على الخطوة التي تتلو غرفة الاتهام ما المفترض القيام به من قبل القاضي التحقيق الآن؟ بطبيعة الحل بطبيعة التشاور هناك هيئة استشارية للقاضي وهناك مراحل تتباعا كما ذكرت تلاوة الأسمات تلاوة الاتهامات ثم تأتي الجلسات الأخرى لسماع الأذلة والشهود وممكن استدعاء أشخاص آخرين لم تذكرهم في أثناء التحقيقات ممكن مسجدات جديدة تطرع في الجلسات وبالتالي تم عدوها اتخاذ القرار اللازم إذن أنوه بأن هذه الصور لوصول المتهمين في وقت سابق للمثول أمام غرفة الاتهام اليوم في محكمة استئناف طرابلس وصل فقط 36 متهما من رموز النظام السابق تعذر وصول الباقين وسنعرف كل تفاصيل تعذر الوصول إذن هذا وصول المتهمين في وقت سابقهم الآن موجودين في غرفة الاتهام قبل قليل وكما أكد لنا مرسلنا خير الله إبراهيم بوجود عبدالله السنوسي الآن في غرفة الاتهام أكد لنا بأن هناك 16 متهما هو جالس واثنين منهم واقفين داخل قفص الاتهام إذن هناك متابعة جيدة جدا من قبل وسائل الإعلام لكل ما يحدث هناك أمام محكمة استئناف طرابلس كما أكد مرسلنا بأن هناك تشديدات أمنية واضحة جدا من قبل الجهات المسؤولة هناك يتواجد العناصر الأمنية في أمام محكمة استئناف طرابلس كما يتواجد مختلف وسائل الإعلام هناك لتغطية هذا الحدث الهام محاكمة 38 متهم من رموز النظام السابق يتواجد منهم 36 فقط أعود إليك ضيفي الكريم هنا أهمية وجود هذه الإجراءات الأمنية هناك وأهمية أيضا ترك مساحة جيدة لحرية الرأي والتعبير أمام محكمة الاستئناف ما مدى أهميتها في هذا الوقت بالتحديد؟ الآن ليبيا في أنظار العالم الآن يراقب عن كتب ماذا يحدث في ليبيا مواكبة محاكمة القرن في نفس الوقت مدى قدرة النظام الحالي على إجراء مثل هذه المحاكمات في نفس الوقت أعطاء فرصة للنظام السياسي في ليبيا أنه يثبت مدى قدرة وجدارت في جراء مثل هذه المحاكمات طيب أستاذ ليس كيف تعلق على تعذر وصول سيف الإسلام وعلى الخبر المتعلق بتأجيل محاكمة هناك في الزنتان؟ طبعا هذه المعدنة دكت في السابق منذ أشهر بحيث أن مدينة الزنتان أبت أنها تسلم رفضت تسليم سيف الإسلام إلى الوقت لذلك خبر ذكرناه في موجز الحادية عشر بأن سيف الإسلام هو يفضل بقاءه في الزنتان ومحاكمته في الزنتان كيف تعلق؟ من ناحية القانونية لا أضير في ذلك مدينة الزنتان زوزو من الأقليم الليبي ولكن هناك أمر جلب وإحضار من قبل النائب العام للتواجد اليوم أمام غرفة الاتهام على النائب العام تشكيل وفد أو لجنة للتباحث وفق معطيات هناك معطيات مقنعة من قبل مدينة الزنتان وممكن أخذوا الرد في ذلك وإذا رأت من ناحية الأمنية والبعد الأمني وجودها في الزنتان يبقى للزنتان ولكن البعد السياسي في الحقيقة على مدينة الزنتان أن تنظر إلى المصلحة العامة وليس لمصلحة مدينة الزنتان من المتأكد أن كل المنظمات وكل الحقوقيين وأيضا كل الجهات المسؤولة